طريق محفوف بالمخاطر اختاره رئيس التونسي قيس سعيد لإنقاذ تونس من حالة الاحتقان السياسي التي نعكست سلبياً على جميع مؤسسات الدولة فانتشر الفساد والأهمال ليطول جميع أوجه الحياة في البلاد إنقاذ الدولة ليس بالطريق السهل ولكنه الطريق الوحيد الذي يجب أن يتبعه كل وطني لا يعرف سوى حماية بلاده من الجماعة الإخوانية التي لا ترى في أفرادها وعناصر الصفوة المختارة لقيادة البلاد دون غيرهم فالانقلاب على دستور للدعاء الوحيد الذي يملكه الإخوان لدفع عناصرهم إلى شوارع تونس لحماية مصالح الحركة في الحكمة وهو ما رفضه رئيس التونسية مطالباً إياهم بمراجعة دروسهم في القانون رفض قيس سعيد ترك تونس لقمة سائغة في يفواه الإخوان ومؤيدهم جعل منه رمزاً للعديد من التونسيين الذين كانوا قد فقدوا الأمل في الوصول ببلادهم إلى بر الأمان حيث تماد الإخوان في تجاهل حقوق الشعب الدستورية والقانونية فأظهروا القوة في غير موضعها وأرهبوا كل معارض لهم وتحالفوا مع قوة خارجية لتحقيق أهدافهم الداخلية وقادت التحالفات التي عقدتها حركة النهضة في تونس بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي مع دول أخرى لتحقيق حلم الخلافة المزعوم لسخط كبيرة ليس فقط في أوساط السياسة وأحزاب المعارضة التي ترى في الحزب الإخواني انقضاداً على مكتسبات الثورة وتردياً كبيراً للحريات وإنما أثرت أيضاً غضب الشارع التونسي بعد سلسلة كبيرة من الإخفقات التي كادت تورط البلاد في تحالفات ضد دول عديدة وعلى رأسها الجارة ليبيا كان الرئيس التونسي قد منح حركة النهضة عدة فرص للعدول عن هذه السياسات خاصة ما يتعلق بالشؤون الخارجية للبلاد والكف عن توريتها في تحالفات إقليمية لكنها قوبلت بتعنت أفسد الحياة السياسية ما دفع الشعبة تونسية للانفجار ودفع سعيد لاتخاذ قراراته الحاسمة قبل فوات الأوان